شعور المراجع بالرضى عن الخدمة المقدمة له من قبل جهة معينة ورغبته بالاستمرار معها مستقبلاً ركيزة أساسية ترجمتها احتفالية الأسبوع العالمي لخدمة المراجعين والتي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية إذكاء للروح التنافسية في بيئة العمل وصولاً لنيل رضى المتعاملين سنصلت إن شاء الله اليوم من خلال هذا الاحتفال على أفضل التقارب وأرودها في الجهات الحكومية والقطاع الخاص المقدم لخدمة المراجعين وذلك للتطوير وتجويد الخدمة في وزارة التنمية الاجتماعية كما ستكون هناك ورشة عمل مخصصة وموجهة لموظفي وزارة التنمية الاجتماعية العاملين في خدمة المراجعين إبراز ممارسات خدمة المراجعين الناجحة في سلطنة عمان وتجربة وزارة التنمية الاجتماعية في هذا الجانب وتعزيز ثقة الكادر الوظيفي العامل في هذا المجال إضافة إلى المشاركة العالمية بهذا الأسبوع وترسيخه أهم ما هدفت إليه الاحتفالية دائرة خدمة المراقعين ترحب بجميع المواطنين والمراجعين وترحب بجميع استفساراتهم والرد عليها من خلال مركز الاتصالات ونحن في خدمة المواطنين بإذن الله تعالى تكريم المؤسسات والجهات المتعاونة مع وزارة التنمية الاجتماعية هو نتاج أثمر بالصورة الإيجابية لتحقيق التكامل مع الوزارة في خدمة المراجعين فتعزيز أوجه التنافس والتشارك لتطوير كافة الخدمات التي تقدمها المؤسسات في قطاعها العام والخاص أمر ضروري لتحقيق نتيجة تبهر المراجع فالخدمة المثالية للمراجع هي أمر متقن التميز في تقديم الخدمة للمراجعين يمثل قيمة إنسانية وقد اتفقت جميع الأديان على مر زمان أن الإتقان في العمل يمثل قيمة أخلاقية وقد قال رسول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه إسماعيل بن إبراهيم الحضرمي مسقط